بسخيل هنا نروح لمواضيعنا لليوم وكملين معها في الويك اند طبعا كلكم تابعتوا حفل توزيع جوائز وعي على MBC بتنظيم من وزارة الصحة واليوم معانا الفائز بالجائزة الكبرى محمد عبدو ويسعد صباحك صباح الخير محمد وألف مبروك الفوز بجائزة الفيلم القصير 150 ألف ريال خلينا أول شي نشوف لحظة فوزك بالجائزة ونرجع لك في المركز الأول محمد عبدو محمد هذا هو الفيديو والذي يظهر شخصا وسطه رواد السوشال ميديا بصاحب الأنف الغريبة مبروك 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 لمحمد عبدو الفوز بهذا المسار وهذه الجائزة الكبرى معانا حاليا عبر سكايب الفائز في مسار الفيلم القصير لفات الأفراد محمد عبدو محمد ويلي فاس ب150 ألف ريال سعودي يعني ألف مبروك محمد أنا لو مكانك أتقمص دور الفنان محمد عبدو وغني مع المية مية وخمسين ألف اللي خدتها يا أهلا فيك يا أهلا فيك أهلا وسهلا فيك أولا أشفركم على هذه الاستضافة الجميلة هنا في برنامج صباح الخير يا عرب على قناة MBC نحن اللي ساعدين بوجودك معانا اليوم ما شاء الله يعني الجائزة كده الواحد لما يشوفنا ردة فعلك فيه فرحة وفيه امبساط لو تكلمنا أكتر عن القضية اللي تكلمت عنه وهي التنمر كيف شفت أو الحاجم فين جات الفكرة وكيف شفت ردود فعل الناس والله أولا أول شي الفكرة هي فكرة الشاب المبدع والمخرق والمنتق معادل مغربي فلولا الظروف الصعبة لا كان هنا هو مكاني فتداولنا الفكرة هذه لون كثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي فصار التنمر مستمر بشكل كثرة تشوفي بالجامعات فيه تنمر بالمدارس بالأسواق فلازم من قضية المعالجة التنمر هذا طب لم تكلمني بالفصحة فكري كلمني بالعام يا محمد نحن نعرف أن اليمنيين ما شاطرين في اللغة العربية الفصحة لكن دعنا ناخذ الموضوع شوي عام يعني خليك على راحتك ما نحن قاعدين لدردش اليوم طيب لما فزت في الجائزة كيف كانت ردة فعلك توقعت؟ أكيد والله كانت ردة فعليه كويسة كنت موسوط كدا سعيد كانت ليلة سعيدة ليلة سعيدة يومين ما نشدت الفرح مانيب ما شاء الله ليش اخترت فكرة التنمر قلت لي أنه عندك كثير شفتها في المدارس في الجامعات لكن في قضايا كثيرة ممكن نقشها من خلال الأفلام كيف تناولت القضية من خلال الفيلم وكيف شفت ردة فعلي الناس؟ والله ردة فعلي الناس كانت إيجابية بشكل كبير جدا والحمد لله نتمنى من الله أن يوفقنا للقضاء على هذه القائحة التنمر الذي صار انتشار بشكل كبير جدا فنتمنى أن يقوم حدود من الدول العربية والدول الغربية لمعالجة التنمر هذا الذي كتر تداوله في موقع التواصل الاجتماعي طيب محمد أنت تعرضت التنمر سابقا عشان كذا استلهمت الفكرة ما مر عليك التنمر؟ لا والله حاليا أنا ما تعرض للتنمر بس شاهد الناس يتنمروا فيها شاهد كثير موقع التواصل الاجتماعي زي ما حكيت لك سابقا في الأسواق في المدارس في الجامعات ايه طموحاتك ومشاريعك؟ والله طموحاتي إن شاء الله نفتح من مشروع إعلام وإنتاج للشباب لمواصلة أعمالهم المبدعين على هذا المشروع العظيم الذي يرفع الوعي الله يسعدك يا رب نحن سعداء بوجودك معنا ونقولك ألف مبروك مرة ثانية وسعيدين يعني بفوزك بهذا الجائزة واختيارة يمكن للفكرة غادة كان مرة رائع على موضوع التنمر هذه هي الرسالة اللي لازم توصل من خلال الأفلام اللي فعلا القضايا اللي نعيشها كل يوم